وضيفنا ضيف كبير قوي وضيف أنا لما قريت السي في بتاعه أنا قلت ده عمل ده ده تاريخ كبير قوي فعلا وإحنا هنا ببرنامجي زي ما قلت لكم أنا مش هنجيب بس الناس زي ما بقولوا إحنا أنا قناة النادي الأهل هنجيب اللعيبة القدامة والنجوم القدامة في النادي الأهلي والموجودين الحاليين وي وي لا إحنا بنجيب الناس بنلقي الضوء على الناس اللي حققت للكرة المصرية والرياضة المصرية بصفة عامة فإن شاء الرحمن ضيفنا النهاردة أنتوا هتبسطوا قوي من الحلقة دية لإني فيها كل ما يخطر على بالك ضيفنا هو قاضي والقاضي ده مش قاضي في المحكمة لا ده قاضي في الملعب واحد من رموز التحكيم في مصر وإفريقيا والعالم العرب محدش قادر ينكل بدأ مشواره مع الصفارة كان عمره تقريبا 23 سنة أحكم أكتر من 250 مباراة في الدوري المصري خلال 13 موسم منهم 30 مباراة في بطولة الكاس ومنهم برضو 3 أنهائيات وكمان من الحكام اللي كان ليهم شرف إدارة القمة بين الأهل والزمالك وده كان سنة تقريبا 96 96 آه شارك في بطولة أمم أفريقية للشباب في نانجيريا سنة 95 وحكم 3 مباراة منها المباراة النهائية اللي شارك في إدارتها أربع بطولات أمم أفريقية ده حكم خلالها 11 مباراة كان أبرز هذه الدورة كان نهائي 2002 بمالي بلد مالي وقبلها نصف نهائي مرتين بجنوب أفريقيا كانت سنة 96 ونانجيريا كانت سنة تقريبا 2000 وأدار افتتاح أنا عاوز أفتكره لأنه عنده حاجات كتير قوي يعني السيفي بتاعه بسم الله ما شاء الله ماليان ويستحق أن نتكلم عليه ونقول ونقدمه بأحسن صورة وأدار افتتاح بطولة 98 في بوركينا فاسو وحكم أكتر من 50 51 مباراة في بطولة الأمدية الإفريقية منها تقريبا خمس نائيات على مستوى البطولة العربية شارك في إدارة 14 بطولة عربية إيه ده؟ ده رجل ده عامل تاريخ كبير جدا وحكم خلالها أكتر من 45 مباراة منها ستة لنهائيات ما شاء الله ما شاء الله حقيقي يعني ده تميز بالنسبة للحكام أما على المستوى العالمي فحدس ولا حرج فعلا حدس ولا حرج شارك في كأس العالم للشباب في قطر سنة 95 وحكم ثلاث مباراة في دورة الألعاب الأولمبية في أطلنطا 96 ده طالع من إفريقيا على أوروبا على كأس عالم على آسيا ده ما فيش حاجة معملهاش وحكم أربع مباراة كان أهمها مباراة المركز التالت والرابع وده كان بين البرازيل والبرتغال شارك في تحكيم مباراة كأس العالم لكرة القدم سنة 98 وحكم خلالها ثلاث مباراة كان أهمها مباراة الدور الربع النهائي كانت بين البرازيل والدنمارك ده ورجع بعد كده حكم في كأس العالم للقرات ودهر مباراتين في الافتتاح في الدور قبل النهائي كان بين البرازيل وفرنسا ده كان في كأس العالم لكرة القدم 2002 وبعد كده تلاث مباراة منها مباراة الدور الربع النهائي بين كوريا وأسبانيا وده بش كده بس لا ده حكم أيضا في كأس الأمم الأوروبية كانت مباراة في بلجيكا وهلندا وحكم مباراةين في كأس الأمم الأسراوية بالإمارات سنة 96 حكم فيها تلاث مباراة كان منها نصف النهائي بين السعودية وإيران وكان فيه مباراة ودية كبيرة كان هم مباراةين اتنين لأن دية مثلا زي باير ميونيخ وباريس سان جورمان مع الترجل التونسي وحكم هنا في مصر بقى حكم ريال مدريد الأسباني وروما الإيطالي مع النادي الأهل المصري كان في احتفالية القرن وحكم بعد كده نهائي في كرة القدم بين العراق والأردن في الدورة العربية سنة 99 أنا والله يعني أنا 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 بغلط في العوزة في تكر كل ده لأن ده تاريخ كبير لنجمينا النهاردة اللي هيبقى موجود معنا أنا مش عارف هبدأ معها زي ده بيطلع من إفريقيا وبعدين بيطلع روح أسيا ومن أسيا بيروح أوروبا ومن أوروبا بيروح فيه ما عملوش فمشواره رائع جدا للحكم اللي هو هيبقى موجود معنا المنديالي الكبير قوي حكمنا المنديالي الكبير قوي اللي أنا هبقى سعيد موجود معه وأنتم كمانا تبقى سعادات معه وهنطرح عليه كل الأسئلة اللي بتدور في أزامكم سواء اللي بدور في الدور العام المصري أو في بره المشكلة اللي حصلت بتاعة كوريا وأسبانيا في كاس العالم عندنا ضيف كبير جدا جدا موجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي مع المجري هبدأ سفارة مباراة مع نجمينا المنديالي كابتن جمال الهندور مع المجري في حلقة الليلة من المجري تعالوا مع بعض نستقبل نجمينا لكابتن جمال الهندور زمان المنديالي كابتن جمال سوارة مerdور سةقت تنقلة ايه دا شقة دي مشاء الله اتنمار سيادة دعم أتنان دا بيشبهني بك دا دا حاجة تسعين كله هوا روح مكان كونه بيشبهني بك أخبارك تعالى بقى نوقف هنا كده شو هنتكلم نشوف أخبارك ايه الأول قبل ما نبدأ ان نتكلم على أي حاجة انت بتعمل womلا انا الحمد للعايش الحمد لله ربنا دي كرفة يوساء va بصحة كويسة وأهم حاجة في الدنيا الصحة والستر ربنا ينم علينا يا رب ده لسه أي رياضة؟ لا زايد أنا بلعب كرة مرتين في الأسبوع ملك وملك كرة يعني بحاول بقى اللي كنت بشوفه زمان يعني بحاول أقلده بحاول أطباقه دلوقتي لما بتشوف دات التحكيم لك في التحكيم دلوقتي بأمانة والله جبت مصطفى خلينا أقولك أن الفار أفاد الكرة بشكل بيدي قلل كتير جدا جدا من الأخطاء مش قلل من الأخطاء هو زود العدلة بمعنى أن الأخطاء زي ما هي موجودة لأن دي إمكانيات وطاقات بشرية يعني اللي جوه الملعب ما تغارش كتير فيه حكام بتجيد وحكام بتخطأ هنا بقى الخطأ فيه مرجع لي الفار بيصلح كتير جدا على فكرة بس الفار عندنا بتأخر كتير أنا معاك بس من أساسيات تطبيق تقنية الفار أنه أهم حاجة توصل للقرار الصحيح وبغض نازع عن الوقت التحدي بعد كده هو الوقت الوقت ده اللي هي زيادة زيادة المهارة زيادة السرعة في العمل جوه اكتساب خبرات بمرور الوقت كل ده حيقلم الوقت بعد كده احنا عشان ما نحرقش كلامنا احنا لسه عندنا كلام ومحطات كتيرة جدا مع نجمينا كابتن جمال غندور أنا وانا بقرس فيزا ما قلت لحضراتكم أنا بقيت فخور عندنا حكم على الساحة المصرية بينطلق في كل قرارات العالم حكم في أوروبا وحكم في إفريقيا وحكم في آسيا وحكم في كل حتة في الدنيا ما سباش لا محكم فيها وده حاجة تشرف الكرة المصرية والتحكيم المصرية نحن نقعد هنشرف حاجة كده ونبدأ محطاتنا لاني عندي كلام كتير جدا وعندي فيديوهات كتير جدا وانت هتعلق لنا الحاجات لك شرف كبير جاز معنا فضل رحمة الجمال هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال